هذه هي الباخرة التي راست قبالة المنشآت النفطية في الزهراني نهاية شهر أيلول الماضي وبناء على وثيقة أمنية تحركت نيابة العامة في الجنوب التي طلبت حجز الباخرة والكشف على حمولتها تخوفا من وجود ممنوعات أو مواد خطرة ليتبين أن الباخرة محملة بنحو أربعة ملايين لتر من مادة البنزين تنصلت الشركات الخاصة جميعها من هذه الباخرة ولم يتبين أنها قادمة لحساب أي شركة بدورها أعلنت منشآت النفط في وزارة الطاقة أن هذه الباخرة لم يتم طلبها ولا إمكانية لإدخالها إذ أن الوزارة تشتري النفط وفك استدراج عروض ولا إمكانية قانونية لشرائها بعملية بحث وتتبع للباخرة يتبين أنها قادمة من مرفأ توزلا في اليونان باتجاه منشآت النفط في الزهراني وهو ما ثبت بالمستندات التي حصل عليها القضاء اللبناني الذي توصل إلى أن صاحبة الحمولة هي شركة النعم السورية التي تعمل في مجال استيراض النفط وتشير مصادر قضائية للجديد إلى أن قبطان السفينة وتقامها يتعاونون مع التحقيقات وجميع أوراق الباخرة قانونية وترجح مصادر مطلعة بأن تكون وجهة الباخرة الحقيقية هي سوريا وتم وضع الزهراني في بوليسة الشحن بسبب قانون قيصر والعقوبات المفروضة على سوريا إلا أن أمرا ما أرغم القبطان على التوجه إلى الزهراني وهو المكان المعلن عنه وتفيد معلومات الجديد إلى أن القضاء قد يتوجه لإعادة الباخرة إلى مكان انطلاقها أي اليونان بعد انتهاء التحقيقات ولكن هذا يتطلق ضمانة تؤكد عودتها وعدم إبحارها إلى مكان آخر وهو أمر من شأنه تعريض لبنان للمساءلة لاحقا ووضعه في خانة خرق قانون قيصر والمساهمة بتهريب المشتقات النفطية هادي الأمين قناة الجديد